تنفيذ المبادرات تطور الأداء الحكومي والتحول الرقمي يعد محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي أحد محاور برنامج الحكومة بما يتضمنه من متابعة وتنفيذ لمبادرات تطور الأداء الحكومي والتحول الرقمي حيث تعتبر حكومة مملكة البحرين من الحكومات الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات باتباعها خطوات لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام مع التركيز على نماذج التشغيل الموجهة نحو الخدمة والتي تركز على المواطن هذا وشهد العقد الماضي تطورا كبيرا وملحوظا في تطبيق الحكومة المؤقرة للتقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها حيث تقود اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات رحلة التحول الرقمي للحكومة بدعم من لجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تراقب تنسيق وتنفيذ المبادرات الرقمية الاستراتيجية في جميع أنحاء المملكة هذا وتسلط استراتيجية الحكومة الرقمية 2022 الضوء على التزام الحكومة بتحويل خدمتها بشكل استباقي من خلال التقنيات الرقمية بالإضافة إلى تعزيز البيئة الرقمية والجاهزية الرقمية وتشجيع الاستخدام الرقمي واستخدام كل من التقنيات الناشئة والناضجة للوصول إلى حكومة أكثر فتاحا واستجابة وكفاءة هذا وشهدت الخدمات الرقمية زيادة ملحوظة في عدد المستخدمين وفق آخر الإحصائيات حيث تم إنجاز ما يفوق مليون ومئتي ألف معاملة في حين بلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية أكثر من ثلاثمائة وستة ملايين دينار بحريني وعلى الرغم من التجربة الرائدة التي شهدتها مملكة البحرين إلا أن التركيز مستمر ومنصب بشكل خاص على الاتجاهات الحكومية الرقمية القادمة التي تعزز تحولا نموذجيا في طريقة تفاعل الحكومة وتواصلها مع المواطنين والشركات سياسات ومبادرات أطلقتها الحكومة الموقرة ضمن محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة الكوادر الحكومية وتطويرها ورفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي من خلال تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات والخدمات الحكومية ترجمة نانسي قنقر